أعلنت إدارة الصير المركزية عن جاهزيتها ونشر كافة مركباتها لمراقبة كافة المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل المواطنين وذلك بتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة وذلك لتجنب الحوادث المرورية والحفاظ على حياة الآخرين وعدم تعريضهم للخطر إلى التفاصيل بعد انتظار دام لأسابيع عديدة لطلبة الثانوية العامة يبدأ العد التنازلي لإعلان نتائجهم يوم السبت المقبل ويبدأ خوف المواطنين من طرق الاحتفال التي أثرت على حياتهم في وقت سابق إدارة الصير المركزية أعلنت عن نشر كافة مركباتها في الميدان لمراقبة كافة المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل المواطنين وذلك لتجنب الحوادث المرورية وللحفاظ على حياة الآخرين وعدم تعرضهم للخطر هذا ونبهت الإدارة أيضا أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق كل من يسير على شكل مواكب ويستخدم الزامور خروج الأجسام وقيادة المراكب بصورة متهورة أو استعراضية وسيتم تحويل الأشخاص المخالفين إلى الحاكم الإداري وحجز المركبات القرارات المتخذة من الإدارة وبرأي العديد من الطلبة هو منعهم من الاحتفال فيما يرى آخرون أن هذه القرارات صائبة ويجب أن يكون الاحتفال بطرق حضارية وبعيدا عن إغلاق الطرق والقيادة بصورة متهورة ترجمة نانسي قنقر